مرحبا بكم في برنامج التغذية للمرأة والطفل التابع للصليب الأحمر الأمريكي في هذا القسم الذي سيكون مخصص للدورة التثقيفية الأولى يجب أن تشاهد المقطع الفيديو المكون من 20 دقيقة وإجابة بعض الأسئلة الملحقة به وهذا لا يؤكد أهليتك أو قبولك للبرنامج لأنه يجب أن تحضر إلى مكتب الويك لإكمال التقديم والإنضمام للبرنامج وسوف نؤكد قبولك للبرنامج بعد مراجعة دخلك الشهري اليوم سنتحدث عن عروض الويك كيفية استخدام شيكات الويك كيفية استخدام الشيكات في المحلات وحقوقك وواجباتك عند موعدك في مكتب الويك سوف نقوم بالتحقق من دخلك الشهري وأيضا ستقوم بملء الأوراق ومقابلة أخصائية التغذية إذا تم قبولك للبرنامج سوف تقوم باستلام شيكات الويك دعنا الآن نشاهد مقطع الفيديو لمدة ثلاثة دقائق يوضح فيها خدمات الويك دعنا الآن نشاهد مقابلة اميلا أميلا 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 خلالتك إذا كنت فيولد الأوبيان اميلا wereميلا وووواتي إذا كنت جديد أميلا سوف تتحدث عن كل ما الأول أميلا أميلا سوف تتحدث عن الويك الزيناه أميلا أميلا فكرة مطلوبة فكرة من المحلات ورحنا لمشاهدة مطلوبة جسعية تبعظ المحاجرات والعبان المحاجرات الجهة وبعد يوم في عندها bakeا يجب أن تجلب المحاجرات來到 الأراضي تنميئات المخاجرات المتاجدة تسمية المحاجرات المتاجدة عليها المتاجدة تستطيع الاجتماع الرجل على قطع الاجتماع بفرشة تقلقنا س Vallجنة تточية الحالية امحاجرات اتناول وحديث بيئات لتشعرات الأنساء وتستطيع الاجتماعات Church بالنسبة للمشاهدة على عدة بالنسبة للإرادة واتخبر ايسا لنشارك يمكن ان تحديد طرح كهما يشغل سوار كاليف تعملية. الكثير من الكثير من خلالة في الآن تجدت・ تحديد كثير من إدراك. خلينا ما تُعرفناً وقرأ مجال قد لا يتمكن أن تبهب الموضوع لن تحديد الحساب النقافية يمكن أن تنسى إلى تحديد مع بعض المعاركات التي تحديد رجالة تحديد كما النجاور مدعقال تحديد 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 في عملية تدراج للحياة والباكتب على مدد من الأرض خطوية ومن التفاعل ومن المجموعة البيعين نتصار الملئة لكي ندرجة الإسلامة أو تدراج الإسلامة إسراء الإسلامية لتدرجة لبرمجتمع الإسلامة لتدرجة تدرجة غير عملية تدرجة ستعين للقرية ومسيق عدوية بالمجموع من الأساسات فإذا ، بما توقيع في هذا الجنب إيقال كلهاه لكم إذا سأتعلم أن يكون لأستخدمات من أحد درجة الإسلامة اذا كان شرحاً عام عن خدمات الWIC دعنا الآن نوضح الدعم الغذائي الذي سنقدمه في برنامجنا وأيضاً في برنامجنا نقوم بعرض خدمات مختلفة لصفوف تعليمية للأم الحامل والآباء للأطفال والرطع وأي شخص من الأهل والأصدقاء سيكون مرحب بهم في حضور هذه الصفوف التعليمية وعندما تتحدث مع خبيرة التغذية هي أو هو سيقومون بمناقشة أفضل خطة لتغذية صحية لك ولعائلتك وسوف تقوم باستلام تذكير بالموعد مدون على ورقة بهذا الشكل سيذكر على ورقة التذكير نوع الموعد القادم ماذا نحتاج منك للموعد القادم وفحص اختبار الدم منك إذا كنا بحاجة له وهذه بعض اقتراحات مقدمة من قبل مشتركي الWIC وموظفيه نود أن نعرضها عليك وهي حاول أن تكون بالقرب من أطفالك أجلب ألعاب عديمة الصوت لأطفالك استمتع بطعامك وشرابك خارج مكتب الWIC إذا كان طفلك مريض أو كنت لا تستطيع الحضور للموعد القادم الرجاء حاول الاتصال بمكتب الWIC لاختيار الوقت المناسب لك حاول الوصول في الوقت المحدد لموعدك ضع في بارك إن مواعيدك مع المكتب الWIC قد تأخذ ساعة واحدة كيف نساعدك؟ هي قائمة من مصادر لعدة ختمات اجتماعية وتحتوي على الرقم الهاتف الخاص بنا أيضاً سوف تستلمها مع أوراق الانضمام أو من قبل أخصائية التغبية وأيضاً تحتوي على موقعنا على الإنترنت دعنا نأخذ نظرة إلى هذا الموقع موقعنا على الإنترنت هو SanDiegoWIC.org يوفر لك معلومات وخدامات كثيرة منها الرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية بجانب خدمات أخرى يمكنك الاتصال بنا عن طريق موقعنا عن طريق الإيميل أو عن طريق الاتصال الحاتفي أو الرسالة النصية ونحن نستقبل بإمكانك الواجهة الأمامية من الملف تحتوي على رقم الهاتف الخاص بحائلتك موسيقى 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 خريبة الجب 게임 لا تحرك Cristina جب التور so ط 위에 بل ترجمة نانسي قنقر 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 أما الوجه الخلفي من الملف فسيكون فقط مخصص لتأريخ موعدك القادم تذكر دائما في موعدك أن تجلب ملف الوكل خاص بك أو هويتك الشخصية البديل هو شخص من عائلتك أو أصدقائك يمكنه حضور المواعيد بدلا منك يجب أن يكون اسمه مذكور على الكمبيوتر توقعه موجود على ملف الويك اظهار هويته الشخصية في كل مواد خبيرة التغذية سوف تسألك عن اسم الشخص الذي تريده أن تضيفه كبديل في برنامج الويك نحتاج إلى اختبار الحديد الدوري خبيرة التغذية سوف تعطيك معلومات أكثر عن هذا الآن سنقوم بالتحدث عن شيكات الويك هذه العلامة تدل على أنه يمكنك استخدام شيكات الويك في هذا السوق دعنا نأخذ نظرة مقربة على عينات الشيك في كل الشيك يوجد هناك حقلين في كل حقل تأريخ معين لاحظ التأريخ في أعلى الشيك التأريخ المحاط هو اليوم الأول الذي يمكنك استخدام شيك به تذكر لا يمكنك استخدام الشيك قبل موعده المحدد قبل استخدام شيك تأكد من النظر إلى التأريخ المدون إذا استلمت شيكات لأكثر من الشهر تأكد من أنك تستخدم الشيك المخصص لهذا الشهر أما هنا التأريخ المحدد هو اليوم الأخير الذي يمكن استخدام الشيك فيه لا يمكن للسوق أن تقبل استخدام الشيك بعد تأريخ انتهائه المواد الغذائية التي تستطيع أن تشتريها في هذا الشيك محاطة بالخط الأزرق سوف تلاحظ مواد مختلفة من الطعام تعتمد هذه المواد على احتياجاتك الغذائية وفي هذه عينة الشيك سوف تحتاج إلى دليل التسوق هذا الصندوق مخصص لكتابة مجموعة المشتريات بقيمة الدولار من قبل الكاشير تذكر دائما بتوقيع الشيك بعد ان تقوم الكاشير بكتابة السعر بقيمة الدولار وهناك أمر مهم الشيكات المفقودة أو التي تعددت التأريخ المحدد لاستخدامها لا يمكن استبدالها أو التعويض عنها فأحفظها في مكان آمن دليل التسوق هذا دليل مهم يساعدك ويسهل عليك التسوق سنقوم باستخدامه فيما بعد ويحتوي الدليل على أنواع الأطعمة وعلى قائمة تحتوي المواد الغذائية التي يمكن أو لا يمكن شرائها نصيحة لتسهيل التسوق افهم تفاصيل الشيك ومعرفة كمية المواد الغذائية التي يجب شراؤها بمساعدة دليل التسوق من المستحيل تذكر كل ما يستطيع أو لا يستطيع شرائه من المواد الغذائية فلهذا حاول أن تضع دليل التسوق مع ملف الويك وأخذهم سوية عند التسوق مقطع التصوير القادم سيوضح المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة المخولة من قبل الويك تحديثية اشتركوا في القناة 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 تستطيعين ان تتحدث مع خبيرة التغذية بخصوص تغذية رضيعك متى تستطيعين تقديم الطعام الصدر لرضيعك ايضا؟ واختيارات اخرى متاحة لك خلال برنامج الويك الامور المهمة التي يجب ان تذكرها هو الحفاظ على شكات الويك حاول ان تاخد دليل التسوق مع شكات عند ذهابك للتسوق استخدم دليل التسوق لمساعدك في اختيار المواد الغذائية الصحيحة والمناسبة لك في مقطع التصوير القادم سيوضح لك كيف تستخدم شكات الويك في الاسواق بحث! شكرا لك نتحمي لك جسدنا بالحفاظ نعم حضرت أمان نعم من عطاء المواد الغذائية والمواد الغذائية وطرواه والهادات تزوجت تغيش ترجمة نتخلك العديد من طبيعة على سبيل سبيل سخص في الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر After the cashier writes in the dollar amount, sign the check. Remember to sign the checks while the cashier is watching. The cashier will make sure the signature on the check matches the one on your WIC ID folder. If you have a problem at the grocery store, ask to talk to the store manager. If the problem cannot be worked out, call or go to your WIC office. هذا هو الوقت للمكتب الوكس وأيضا عند قدومك إلى مكتب الوكس سوف تقوم بالحصول على هذا الكتاب الذي يحتوي على نسخة من حقوقك وعجباتك والأسئلة الشائعة من قبل المشتركين وأيضا سوف تقوم بالتوقيع على هذه الوثيقة والتي تمثل حقوق وعجباتك إذا كان لديك سؤال فقط اسأل خبيلة التقرية قبل التوقيع على هذه الوثيقة هذا كانت جزءا مخصص من الدورة التثقيفية لبرنامج الوك الآن استمر للإجابة على الأسئلة وعندما تكمل سوف تحصل على المزيد من المعلومات ترجمة نانسي قنقر